الجو تلج حرفيا انا مش عارف انا سأعان لي او النهاردة كده بعض الفيديوهات المنتشرة كده بتقول ان في تعديل لسوفت وير 48 على البلاستشن 5 هل ده صح ولا مش صح هنتكلم على التفاصيل ان شاء الله النهاردة وخبر كده مهم جدا ان الناس اللي عندها جهاز بلاستشن 5 ممكن قريبا جدا يتم اصدار ألعاب البلاستشن 5 وتشتغل على الأجهزة شوات أخبار حماسية كده ان شاء الله النهاردة هنتكلم على كل التفاصيل لو بتسعي لتعديل البسانفور هديك نبزة كده اه في الفيديو ولكن قبل ان اخش في التفاصيل وقبل اي حاجة ليه انت مش عمل اتباك ليه ليه مش عمل اتباك؟ بجد انا بس انا بسألك انت ليه ما بيردش علي من فضلك يعني ايه اتباك اتباك؟ من فضلك اسمع الفيديو قامت بتسبسكرايب خلاص كامل الفيديو الفيديو ما 저انجبك اعمل اتباك مع اتباك لا يوجد مشكلة لكن اسمع الفيديو وابعد فى هكوم انسي لعمل سبسكرايب وعمل لايك وكومنت ويلا بنا نخش في التفاصيل اه ما تنساش تفعل الجرس يلا بنا السلام عليكم سجحت هؤلاء أخباركم عملينا يا رب خري دامان معكم اسلام فايت فيه فيديو جديد النهاردة جو برد جدا او تلجة حرفين مش عارف لي كده هنسع عين المهم تعالوا بنا نخش فيه التفاصيل والشرح مو بشارطا اول حاجة هنبدأ بفيديو منتشر كده على منصة اكس ويتكلم على تعديل البليستيشن 5 اصدار 48 تعالوا نشوف الفيديو الفيديو كما ترون دلوقتي يتكلم انه يفتح متصفح ويقول له هنا ركزوا بس في الرسالة دي كده بيقول له بيقول له ان السوفتوير ده مش مدعوم يعني السوفتوير ده مش مدعوم الناس بتقول لا ده هو عدل الجهاز دي مش حقيقة هو معدلش الجهاز ده هو بيقول له كده قالت اب هو مفعل الديبوك سوين كده بس ركزوا في الفيديو ركزوا معي كده او علامة تانية كده بتاعت التعديل وبيقول له برضو انه هو نوتصف بورت وبعد كده بيفتح المتصفح وبعد كده بيخش على الصفحات الخاصة بالتعديل اللي هي البي اس فايف اكس لو ات مش عارفيش يتهبط طب بسيط لكلها اللي هي الحاجات دي وبيفتح معها الويب سايت تمام طيب المشكلة فين يا عم الاسلام طب ما هو كده معدل لا هو مش معدل هو دلوقتي لما دخل هنا هو دخل في النيتورك دخل في السيستيم وبعد كده الاعدادات عشان يوريك الصفتوير يعني ولكن مفيش ديبوك هو هنا منزلش يوريك الديبوك وهو متفعل ونقطة تانية هقول هان تعالوا بينا كده بنخش قدام شوية كده هتلاقي هو دخلك هنا بيقولك الصفتوير ده وبعد كده قدام شوية هنا بيقولك بعد كده مش هنا وهتقول لي ايه طب فيه علامة ديبوك اسلام يعني بص اسلام هنوقف كده اهي دي مش علامة ديبوك ستنج هو هنا واخد باكب من الويبسايت او البراوزر واخد الباكب كله وحطه على جهاز صفتوير عال اللي هو 48 فبالتالي ظهر معاه الشكل او خط باكب وظهر معاه الشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده ولكن مفيش ألعاب مفيش حاجة مفيش اي تفاصيل تانية فبالتالي ده مش تعديل عشان الناس اللي بفكر انه تعديل ده مش تعديل ده مجرد باكب بس ويديه الشكل اللي انتو شايفينه قدامك ده فمحدش يفكر ان ده تعديل عشان ده مش تعديل يا رجال طيب نيجي بقى لالخبر التاني خبر تاني قوي جدا ويعني ايه عالي قوي يعني هو يخليك كده في السماء شوية وهو ان قريبا جدا هيتم إصدار ألعاب البلاستوشن فايف على البلاستوشن فايف ايه ده انت صدمتين يا اسلام ألعاب البلاستوشن فايف على البلاستوشن فايف ايه الجديد يعني ليس ال trolley طبيعيا هي تشتغل على البلاستوشن فايف لا يا معلم انت كده مش متابع الالعبلي كانت تشتغل على البلاستوشن فايف المعدل حتو اصدار ارد اصدار واحد وخمسين كانت الالعاب بين البلاستوشن فايف ليس الالعاب بين البلاستوشن فايف كانت تشتغل لعبه ولكن عند الوقت في حماس تاني Something with Playstation 5 ونراء والخبر هنا زي ما انتو شايفين فهذا الفيديو الثاني يتكلم على الألعاب زي أنتم شايفين الألعاب عليها إيه؟ عليها علامة البلاستشن 5 و زي أنتم شايفين هنا إطنمزفلو جيم منجر بي اس 5 ده إصدار لبلسشن 5 هيتم يعني هينزل خلال الأهم اللي جايه ولأعلقة بالألعاب هنكمل بس بقية يعني هنخش في الفيديو كده وبعد كده أقول له زي أنتم شايف دي كلها ألعاب مكتوب بي اس 5 بي اس 5 بي اس 5 دي كلها ألعاب بي اس فايف هتشتغل معاك على الأجهزة المعدلة فدي من الخطوات الحلوة جدا ولكن الموضوع لي علاقة ببرنامج ايتمز فلو ليه؟ لأن من خلال البرنامج أنت بتقدر تشغل الألعاب يعني غالباً أنت دلوقتي لما تروح تشغل الألعاب من على الديسكتوب من على الصفحة بتاعة البشام فايف من بره الألعاب مش هتشتغل معاك عشان الألعاب تشتغل لازم تخش فيه ايتمز فلو بعد كده تخش تشغل اللعبة أو تعمل حاجة كده عشان خاطر اللعبة تشتغل معاك زي ما أنت مشايف بعد كده اللعبة تبدأ أن هي تشتغل معاك اللعبة تفتح معاك من غير أي مشاكل فالموضوع لي علاقة بالبرنامج بنسبة 90% حالياً ممكن في المستقبل يتم تشغيل الألعاب مباشرةً بشوية تعديلات ولكن في التوقيت الحالي هو ده اللي أنا يعني متوقع أنها تشتغل من خلال البرنامج فقط لا غير يعني زي ما أنت مشايف اللعبة اشتغلت زي ما أنت مشايف من غير أي مشاكل فمعنا كده أن قريباً جداً من الناس اللي عندها أجهزة برسشان فايف معدلة هيتم تفعيل ألعاب أو هيتم تشغيل ألعاب البرسشان فايف على الأجهزة الأخبار كده خلصت لا يا معلم لسه لسه معنا خبر تاني تعالوا بينا نشوف إيه الخبر التاني الخبر التاني وهو بخصوص ملفات الشيتس أو الترينر دلوقتي لأول مرة تقدر تفعل ملفات الشيتس والترينر اللي هي ملفات الغشية اللي هو أسلحة مثلاً رصاص مالا نهاية هلس مالا نهاية مش عارفين التفاصيل اللي كانت موجودة على البلسشان فور والبلسشان سري ولكن على البلسشان فايف هنا تقدر تقول لسه معقدة شوية بمعنى أن انت مش من خلال برنامج أو تطبيق تثبته على البلسشان فايف ومن خلال التطبيق ده تفعل الملف ده مثلاً تختار اللعبة دي فالملف ده يضاف لللعبة فيشتغل معاك وتختار الملفات اللي انت عايزها أو الحاجات اللي انت عايزها لأ الموضوع هنا بيحتاج أن انت لازم يبقى فيه بسي في الموضوع يعني لازم تبعط ملفات من خلال البسي على اللعبة ومن خلال البرنامج عشان خاطر تقرأ معاك على جهاز البلسشان فايف واللعبة الملفات دي تشتغل عليها ده في البداية ولكن قدام شوية الموضوع هيبقى أكيد أبسط من كده أكيد هيبقى من خلال تطبيق من خلال البرنامج على جهاز البلسشان فايف ومن خلاله تقدر أن انت تفعل الملفات دي وتشتغل معاك على جهاز البلسشان فايف من غير أي مشاكل ولكن ده خبر حلو للناس اللي عايزة تلعب بملفات الغشي أو الشيتس تعرف أن هي تستخدمها في التوقيت الحالي وأحاول أعمل فيديو إن شاء الله قريب بخصوص الموضوع ده شرح كامل إزاي تعرف تستخدم الملفات دي إن شاء الله دي كانت كل الأخبار اللي موجودة معايا ولكن هاختم بيه حاجة بخصوص البلسشان فور بخصوص تعديل البلسشان فور لحد توقيت الفيديو كده مفيش أي أخبار جديدة ومفيش أي تعديلة أعلى من سوفت وير 9 عشان فيه أخبار كتير متدولة عن تعديل 9.3.9.69 أو في تعديلها تنزل الفترة اللي جاية ولكن قبل نهاية السنة مش عارفين بعد نهاية السنة مش عارفين الأخبار اللي متدولة إنه هو بيقول قبل نهاية السنة ولكن رأينا غالبا لأ هيتم إصدارها لإما يعني بعد نهاية السنة أول السنة الجديدة أو ممكن تتأخر شوية لسه مش عارف ولكن ده إحساسي وضا توقعاتي بس كده دي كانت كل الأخبار وكل التفاصيل ما تخليش حديد حاجة عليك ولو الفيديو عجبك كالعادة ما تنساش الدعم وشكرا لكل الناس المنتسبة بجد شكرا من قلبي لكل واحد بخش معي الانتساب وإن شاء الله في شوية حاجات كده هقدمها لكل فترة اللي جاية هتكون قوية جدا للناس اللي بتخش معي الانتساب وما تنساش الدعم لايك سبسرايب اشتراك تفعل الجرس كومنت وشوفك الفيديو الجايف